هذا وأدى حجاج بيت الله الحرام طواف الوداع وسط منظومة خدمية متكاملة أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فيما بدأت قوافل الحجيج مغادرة مركة المكرمة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج نعم من جانبها أكدت رئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام زائري المسجد النبوي بطواف الوداع أكملت قوافل الحجاج أداء مناسكها بأركانها وواجباتها وفرائضها وبذلك أدى ضيوف الرحمن آخر أعمال الحج وآخر العهد بالبيت العتيق باعتباره آخر واجبات الحج التي ينبغي على الحاج أن يؤديها قبيل سفره وبخطط تنظيمية وجهود تكاملية بين الجهات المعنية في خطة حج هذا العام تمت إدارة وتنظيم الحشود وتهيئة كامل أدوار مبنى المطاف وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام بهدف التيسير على حجاج بيت الله في إتمام ركنهم الأخير من أركان وشعائر الحج بعدها شرعت قوافل الحجيج في مغادرة مكة المكرمة من خلال الحافلات المخصصة والمجهزة بكامل الخدمات البشرية والآلية بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات سهلت ويسرت على حجاج بيت الله الحرام أداء النسك وهناك في طيبة أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام زائري المسجد النبوي حيث وفرت لهم جميع سبل الراحة وسخرت خدماتها على أكمل وجه ليؤدوا عبادتهم براحة ويسر عبر تهيئة المسجد النبوي للزائرين وتقديم أرقى وأجود الخدمات لهم على مدار الساعة وركزت رئاسة المسجد النبوي في خطتها على جوانب التعقيم والتطهير والسجاد والسقيا والتكييف بالإضافة لتسهيل تنقل الحشود داخل المسجد النبوي وساحاته والصلاة في الروضة الشريفة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما كما راعت الجوانب العلمية والتوجيهية والإرشادية والتوعوية واستخدام التقنية والاستفادة من قنوات التواصل الحديث في إيصال الرسالة الإعلامية للزائر قبل وصوله للمسجد النبوي للتسهيل على الزائرين والحرص على سلامتهم وراحتهم